قصتنا النهاردة عن مادام مونة اللي جوزها توفى فحبت أخوه وهو كمان حبها عرض عليها الجواز بس المشكلة إنه متجوز مونة ستة حلو عندها فلوس ورستها من والدها وجوزها شغالها في وظيفة كبيرة بس من ساعة وفات جوزها وهي حاسة إنه في حاجة نقصاه حاجة مخليها عايشة زي القالة من غير مشاعر في الوقت ده كان أخو جوزها بيقرب منهم كل يوم عشان يسأل عليهم ويساعدها في تربية ولد أخوه ومراته صاحبتها جدا بس مع القرب الزيادة لقيت نفسها من غير ما تحس بتتعلق بأخوه هو كمان بيتعلق بيها حبه وهي حبته حاولت تبعت كتير بس ما قدرتش عرض عليها إنه هو يتجوزها في العلن قدام مراته قدام الدنيا كلها لكن هي رفضت عشان ما تكسرش قلب مراته ولا تصدم ابنها ولا تجوزها لكن برضو ما قدرتش تبعد عنه بتفكر دلوقتي تتجوزوا في السر وشايفة إنه ده أنسب حل ويرضي جميع الأطراف عشان كده منورنا النهاردة دكتور أمل محسن استشاري الصحة النفسية عشان نشوف ممكن نعمل إيه في حكاية مونة زيك يا أمل حاشتيني يا سادي أحلى سادي في الدنيا عملي يا مولي الحمد لله رب العالمين بقولك إيه؟ إيه رأيك في قصة النهاردة؟ إيه رأيك؟ أنا بس مش عايزة أجيب الموضوع من الآخر ولا عايزة يعني أقول كلام يعني يتاخد علينا إحنا نحل الموضوع حتة حتة أرجوك عايزة تسأليني ولا تكلم أنا على طول لا تكلمي أنت عارفة أنا عايزة وأنت بصتي فنية وعرفتي والله الأسئلة اللي أنا عايزةها أنت عارفة وعارفة رأيي تقريب أنا عارفة رأيك بصي حبيبتي أنا ضد التعمين وضد إنه نقول الكلم اللي حنقوله النهاردة ده يمشي مع أي حد عنده نفس الظروف فأنا عايزة أبتدي كده إنه الكلام بتاع النهاردة خاص فقط بالبطلة دي وبصي هنعمل كده ونقول التعمين نعمل كده ونقول في حالة التعمين تمام دي أول حاجة تاني حاجة أنا عايزة أقول للبطلة بتاعتنا الجميلة انتبهي للفرق ما بين المرأة والرجل وإحنا عايزين الحاجة كستات بنبقى في حالة ما بنزلل كل العقبات لكن لما الحاجة دي بنحصل عليها إحنا كستات بنعرف نعمل مجهود بنعرف الرجالة مش كلهم عندهم مفس الطريقة دايما نفرق ما بين النوع المشكلة من طرفين فيها راجل وفيها ست فالرجل لما بيكون عايز حاجة بيوصل لها الحفاظ عليها والأداء بيختلف عن لما كان عايزها طبعا تمام لحد كده إحنا متفقين دي حقيقة عدد الزيجات اللي كانت في السر بغض النظر عند محامي أو بعقد عرفي أو عند مأزون مش مشكلتي هي الطريقة أو صحابنا بس اللي يعرفه دايرتنا كوميونيتي بتاعنا هو الجواز فيه اتنين شهود ده اللي ربنا قاله واللي حوالينا بيعرفه انا مش هنعلي على ربنا لا لا أعوذوا بالله أنا قصدي لحوالينا بس لهم اللي بيعرفهم صحابي ما هو دا غلط قولي بقى ما هو دا غلط ايوة انا عرفت صحابي وصحابك وخارجين نخرج مع بعض ومعارفين بسي ثبت علميا بالتجارب وبالدراما يعني أنا يحضرني جدا أقولها فيلمي اتفرجي على فيلم أيام في الحلال وهذا الفيلم العبقري اللي كان مش عارفة مين يسعب عليك أكتر من مين ومش عارفة تتعاطفي مع مين والسي بي مين وكانوا كلهم عبقرة الأحياء منهم والأموات طب أي أنا بحب قوي أستشهد بالدراما طبعا دي دي مريت الواقع طبعا اللي يناور عليك